أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تصدر رئيس المنتهية ولايته إمانوال ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27.84% من الأصوات وأضافت الداخلية الفرنسية أن المرشحة اليمينية مارين لوبان جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على نسبة 23.15% من الأصوات ليتوجه ماكرون ولوبان في الجولة السانية وهذه هي صورة مباشرة لرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون وهو يتحدث مع أنصاره في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة اشتركوا في القناة